بصراحة ايدي حاجة انا فخور وصراحة انا ما كنتش عارف ان هو يحب بالحراوة دي يعني انا جيت الاول احنا جينا دخلنا اول ما قلنا فيه فكرة وديها علاقة بالرياضة والكورة وكده في مصر فقلنا والسابورت لان الحياتة دي احنا فيها عايزين نرتقي شوية بالدفلوبمي بتاع الكورة في مصر وكنا لقينا حاجة زي كده تبقى مهمة بالنسبة للناس بس لما جيت بصراحة لقيت التنظيم ولقيت الناس اللي مشتركة والناس اللي موجودة كلها فكان نقيت الموضوع اهائل بصراحة يعني قلت اقى فاق توقعاتنا لا احنا لسه قدامنا حاجات كتيرة نيجي نفكر فيها كده نفكر مع بعض يعني كده نفتح نفكر شوية بره لسندوقها ليه بره هم متقدمين وإحنا لا بره هي عبارة عن دخول الاندقية عاملة ازاي دي تبلغ على الدورة الانجليزية احنا بنتكلم الدورة الانجليزية بيتباع بتلاتة مليار سترليني الدورة المصر بيتباع ب450 مليون جنين لما تيجي تبص بقى كل نادي في الدورة الانجليزية بيبدأ عشان يخش تطلع في الدورة الممتاز بتاخد 150 مليون استرليني عشان تبتدي تشتعل في مصر ما نقدرش نبتدي نتكلم عن صناعة في كورة القدم قبل ما يكون دخلك الدخل بس بس الواحده عبارة عن 2.5 مليار جنيه يعني لازم يبقى يمكن لجنة الكرة وربطة الاندية لازم بيترجح لهم بالقصة دي ان لازم ما تبقاش حقوق الدورة بقى أقل من كده عشان تقدر تدي لكل نادي 100 مليون جنيه نهر ده أقل لنادي في الدورة الممتاز محتاج يصرف 100 مليون جنيه تعال نحسابها بطريقة بسيطة فتدي لكل نادي 100 مليون جنيه في 18 نادي قد مليار و 800 مليار بديجي تدي لنادي صاحب المركز الأول 300 مليون جنيه والنادي صاحب المركز الثاني 200 مليون والثالث مية والرابع خمسين فبص لأي نفسك جامعة 2.5 مليار جنيه ده مبدئيا ده حقوق بس التاني حاجة لازم رجوعه الجماهير في النهاية انت بره بيجي لدخل منين النادي لما تيجي تتفرج عليها بتيجي تتفرج بتلاقي انه انت بتروح الاستاد بقتها الخروجة بتشتري تسكرة موسومية ب5000 جنيه في السنة فانتو كعائلة بتشتره مثلا تذاكر ب20 ألف جنيه بقيت ان انت لمدة 15 أسبوع او من لمدة 20 أسبوع بتروح لو كل نادي زي الأهلي او زي مالك او اي فرق منها عندها 30 ألف مشاجه قاني دخل تاني 150 مليون جنيه زائد بقى حول لما انت بقى عندك جماهير وعندك الحاجات دي وعندك الرايتس وعندك الرايتس وعندك الرايتس بتاعك يمكن داخلية او خارجية يمكن للك كورة ما في بحش تتشفر ماشي اعملها ارضي وبيع للقناة الفضائية برا مصر فهتلاقي فيه حلول كتير انها اساسها هي دخل الاندية ده اساس تطوير الصناع ان انت في النهاية كل نادي بقى عنده دخل لكن النهاردة احنا بنبص بتلاقي مثلا اندية كلها وراها شركات طب انا هصرف الماوي وخمسين ولا ماتين مليون جنيه لانا بحرقهم كل سنة هعملهم سنة في التانية في التالتها هعمل ايه اتطرى روح ناس هزهق وهمشي لان في نهاية هصرف مليار اتنين مليار المردود بتاعها مش اقوى حاجة فبرده لازم نبص الاندية اللي مورها الشركات يعني الاندية زي المصري وزي الاتحاد زي الناس يكونوا مين اللي هصرف عليها الارقام دي كلها خلاص الكرة بقت صناعة وبقت ارقام كبيرة نهاردة كل فرقة ازاسا عندها عقدها بس بتعدين ميت مليون جنيه انتب هتدفعهم منين فانت لازم تبتدي تشهل على تطوير الصناعة في مصر بس انا شايف فيه خطوات بتتاخد واحدة واحدة وان شاء الله هنوصل لطريق الصحة احنا في النهاية في المرحلة اولاني احنا بنبني فانت وانت بتبني ما ينفعش تتصرع فانت وانت بتبني يونج تالنتد ديفلوبين بلايرز اللي هما في النهاية الولاد الصغارين وبنانفست فيهم دي حاجة ما حدش بيعملها في مصر اساسا اننا النهاردة انا بقول مثلا لو انا بانفست في النادي الاهلي او النادي الزمالك او اي نادي في مصر تركيزه كله زي ما احنا عارفين بيبقى عشان الانتخابات على الفريق الاول واي هزة في الفريق الاول بتأثر عليك كمجلس ادار احنا ما عندناش الهاصل دوتا فبالتالي بنتركز على تنمية الولاد الصغارين لما جينا اختارنا كان ممكن اصر حاجة نشاري فريق في الدورة الممتاز بس مش هو ده اللي احنا عايزينه احنا قلنا هنستنى لحد لما يبقى عندنا جيل كويس ونربي جيل كويس ويبدأ لنا مضاربين من المانو جلوان مضاربين من كل حتة عشان لما يكبروا في خلال 3 ا 4 سنين ويطلع الدورة المتاز خلاص انا مش محتاج اشتري لعيبة بين 200 مليون جنيه و300 مليون جنيه انا محتاج اديفالب التالنت بتوعي يبقى عندي ولاية دي اس وان انا في النهاية انا في الميدل ايست انا الهب بتاع كل لعيبة ان انا بديفالبت اللعيبة دايين انا وبايت انفستو وانفاس متعرف فاقرة في الاكاديميز ارخص بكثير من الانفاستنج في الفريدا네و اللا訂 بان هناك حتى لو كل مادي اخاذ 90 في المائة من اللي بيصرفوا على الفريدا اول خاذ عشرة فالمائة منهم بس من اللي بصرفوا على اليانج تالانتد من ال fonts هتفرق كثير واننهاية في الفيديو الأξي هو اعداد نهاردي احنا لدينا 250 ناهير الناير ابن وق Sehr lep nd Ngadai feito di ngade ناهلي أو نادي زمالك ريس Primary mennstring لا تخدش اكتر من 2 و 50 لعيب لانا في انها تصرف عليهم اقل وهيبقى عندك الوقت اللي انت تجيب له مدربين كويسين بل ما يبقى عندك 600 مدرب في قطاع النشئين انت وحدها اكتر من 70 مدرب فهي الفكرة كلها في الطريقة اللي انت بتصرف بيها فلوسك فانت لو انت قدرت انا بقول لان انا باكد ان 20 مليون جنيه نهارة فقط الحالي هيعمل قطاع نشئين قوي جدا في كل اندية مصر بس يتصرفوا صح وعلى عدد مصبوط